السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفاهم عام اليوم إن شاء الله سنتحدث أو سأريكم الطريقة الصحيحة لرفع المنتوج إيبوك على حسابك إيباي دون مشاكل بكل سهلة فأولا نذهب إلى حساب إيباي نذهب إلى مي إيباي ثم سيلين بعدها نمر إلى هذه الواجهة نختار لسن من هنا ننتقل مباشرة إلى هذه الواجهة الأخرى من ثم نأخذ العنوان الخاص بكتابنا فمثلا أنا اخترت أمازون واخترت هذا الكتاب سأخذ هذا العنوان أقوم بنسخه ووضعه هنا من بعد سندخل من هنا سيعطينا مجموعة من الكتب التي تشبه هذا الكتاب أو عنوان هذا الكتاب الذي وضعنا نحن نختار طريقة إدخال يدوية أو من جديد من هنا بعدها يدار لنا العنوان هنا ومن ثم هذه الخانة يعني لن نتحدث عليها الآن لأن نضعها فارغة من بعد سأخبركم لماذا ثم نلتقل إلى هنا نلتقل الآن إلى category ونختار هذه الأولى مثلا على حساب الكتاب الذي رفعنا هذا الاسبين فهذا رمز أو كود لكل كتاب فهنا نجده مثلا في أمازون هنا تحت الكتاب وكل موقع يضع الاسبين الخاص بالكتاب في مكان ما المهم في أمازون يكون الأسفل نضعه هنا عند وضعه يقوم الحساب باستكشاف هذا الرمز لمعرفة الكتاب أو معرفة نوع المنتوج من باشرة هو يتعرف على المنتوج فهو كتاب يعني بالعنوان وبكل معلوماته ونلتقل الآن إلى الخطوات التالية هذه الخانة نتركها فارغة هنا في الكنديسيون أو الكنديشن نختار البراند نيو يعني علامة جديدة أو مارك جديدة ثم نختار الصورة فمثلا في أمازون نختار هذه الصورة نقوم بتحميلها في حسابنا ومن بعد نجري على بعض التعديلات ونقوم برفعها هنا ضروري من التعديلات أخي الكريم من بعد سأشرح لكم في درس خاص طريقة التعديلات وإزالة كوبيرايت هنا نختار الدولة أو مكان صنع الكتاب نختار أمريكا نلتقل إلى هنا يعني نوع الكتاب هل هو قصة أو آداب أو إلى غير ذلك أنت اختار على حسب نوعية الكتاب الذي سترفعه مثلا هنا سأختار story هذه المعلومات نتركها كما هي هذا الوصف هو المهم لدينا في هذا الدرس فطريقة وضعك للوصف أو وصفك للكتاب فيتحدد كثيرا نسبة المبيعات التي تأتيك من ebay لذلك أخي الكريم شاهد معي الطريقة الصحيحة لوضع description جميلة ومتيرة في حسابك فنلتقل مثلا في صفحة خاصة بنا للورد على حسابنا نضع هذه المعلومات التي تشاهدنا أمامكم فعليك أن تختار مثل هذه المعلومات أو هذه المعلومات هكذا تقوم بكتابتها في الورد الخاص بك ومن ثم ترفعها على جميع المنتجات التي تريد أن ترفعها أول مرة على حسابك فمثلا هنا حتى نشرح لكم هذه الكتابة ماذا تعني فمثلا هنا فمثلا هذه الملاحظة هذه الملاحظة تعني بأن هذا المنتج الذي نرفعه فهو عبارة عن كتاب رقمي وليس كتابا ملموسا فمثلا هنا نخبر الزبون بأننا نقبل Python وأن المنتج فريشيبين يعني بدون تكاليف للشحن وثم سنحمله لك أو سنرفعه لك أو سنرسله لك في أقل من 24 ساعة وهذا مهم ومهم جدا من ثم نلتقل إلى الفايدباك هذه نطلب بها المشتري أن يضع لنا تقييبا جيدا في حسابنا وهذه المعلومة الأخيرة قمت بترجمتها لكم هنا حتى تشاهدوا معناها يعني تتير انتباه موظفي إيبي أنا موزع معتمد لهذا الكتاب ولدي حقوق إعادة بيع ماستر لهذا الكتاب الإلكتروني منح مالك حقوق الطبع والنشر حقوق إعادة البيع الكاملة لبيع هذا الكتاب بحقوق إعادة بيع ماستر يتوافق هذا الإعلان مع جميع القواعد واللوائح الخاصة بإيبي سأرسل هذا العنصر عن طريق البريد العادي يعني هذه المعلومة ضرورية عندما يجد هذه الكلمات لديك في حسابك فإنهم لن يغلقوا لك الحساب ظنا منهم أنك تملك حقوق إعادة بيع هذا الكتاب في إيبي يعني هذا الشكل الذي ترون يجب أن يكون دائما في الوصف فماذا يتغير؟ يتغير فقط وصف الكتاب هذا الوصف الكتاب مثلا هنا نذهب إلى أمازون الذي اخترنا منه الكتاب نأخذ أول شيء معلومات حول الكتاب هذه المعلومات كاملة نأخذها نقوم بنسخها لا تنسخ الروابط الخاصة بأمازون حتى لا يتبين أنك أخذت المنتج من أمازون فنقوم هنا مثلا بتغيير بعض الأشياء أو إضافة أشياء لإعطاء جمالية لهذا الوصف وحتى لا يظهر في حسابنا بشكل خاطئ ثم نقوم هنا بنسخ كذلك هذا الـ Reviews على الكتاب يعني ملاحظات وقصة على مدى التحدث يعني بعض الأشياء حول هذا الكتاب وعند الانتئاء ونقوم بالتعديل عليه كذلك وعند الانتئاء نقوم بنسخ الكتابة كاملة ونضعها هنا في Description الخاصة بالمنتج نزيل هذه الصور وبهذا نكون قد وضعنا وصف احترافي لكتابنا فكما تشاهدون وهنا ننتقل إلى Format يعني إحنا لا نريد المزاد نحن سنبيع الكتاب بتمن محدد وليس بمزاد ثم هنا نضع ثم هنا نضع ثمن الذي نريد أن نبيع به المنتج مثلا نختار ستة تسعة وتسعون دولار مثلا هذه بيستوفر يعني تعني بأنك تقبل المساومة يعني إن أراد أحدهم أن يشتري كتاب أقل من هذا التمن يرسل لك وأنت تختار نعم إن كان التمن أقل من ستة دولار فلن تقبل المساومة من ستة دولارات فما فوق فأنت تقبل بيع هذا الكتاب أما بالنسبة وهنا نحدد كمية الكمية التي نريد أن نضع يعني كم عدد الكتب التي نتوفر عليها من الأحسن أخي أن تضع أكثر من ثلاثة وهنا نريد الدفع عن طريق بايبال هذه الخانة ضروري أن تحددها لأن هذه الخانة تعني بأن المشتري عند الشراء مباشرة ينتقل المال من حسابه بايبال إلى حسابنا بايبال هنا نختار طريقة نختار بأننا نقبل إعادة المنتوج في أقل من ثلاثين يوم والمشتري هو الذي يتحمل تكاليف وهنا بالنسبة لألترنسيونال رتون أكسبت كذلك يعني نقبل كذلك إعادة المنتوجات للمشترين خارج أمريكا هنا نختار ثلاثين يوما والمشتري هو الذي سيتكلف بتكاليف إعادة المنتوج وهنا نلتقل إلى شبين ديطا يعني طرق الشحن فهنا نختار في الشحن الداخلي بأن تمن تكاليف الشحن لا تتغير على حسب المشتري وهنا نختار أسرع شحن بين يومين إلى تسعة أيام على أقصى تقدر نعلم على خانة فري شبين وهنا نختار في الهاندلين تايم يوم واحد يعني سنرسل المنتوج في أقل من يوم واحد هنا نختار الشحن خارج الولايات المتحدة كذلك بأن القيمة لا تتغير على حسب المشترين هنا نقوم باختيار جميع دول العالم هنا شبين رايت تابل تعني بأنك تريد أن تحدد الشحن لكل دولة على حدة نحن لن نتحدث على هذه الأشياء هنا نحدد أسرع شحن كذلك ونضع قيمة صفر للشحن يعني شحن مجاني هذه الخانة لا نضعها عليها شيئا لأننا نتعامل هنا بالديجيتال نضع مكان تواجد المنتوج نضع أمريكا ونختار نيويورك مثلا نتأكد دائما قبل أن ننهي العملية من أن تمن رفعك لهذا المنتوج على إيبي فهو بصفر دولار ثم نقوم بالليست ايتم يعني رفع المنتوج على إيبي وبهذا قد وضعت منتوجك ليكون جاهزا للبيع في حسابك على إيبي إلى هنا وصلنا إلى نهاية الدرس فيضغطوا على زر اشتراك وتفعيل الجرس وجام ليصلكم الجديد إن شاء الله ودمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة